كانت أكو تظاهرات دعائلها سيد مقتدى الصدر قبل استشهاد السيد حسن نصر الله بهذا البيان لمنطلع عليها حضرتك بعد الاستشهاد مباشرة سيد قال أنه من المنطقي إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة فما عادت تجدي نفعاً مع هذه التعديات الإسرائيلية ضد الشعوب بعض يسأل ليش السيد لغاء هذه المظاهرات المليونية وأيضاً بعدها نزل أنه رفع الأعلام العراقية وقراءة الدعاء مقتدى الصدر الكثير من من يلاحظون تصرفاته سلوكياته عند قراءة المستقبل المظاهرة دعائلها أبان إنعقاد جلستين جلسة في قطر وجلسة في القاهرة جلستين كانت كإنما تنظيم لعملية هدنة أو إيقاف الحرب في غزة وكذلك في جنوب لبنان لإعتداء الكيان الصهيوني أثناء الإنعقاد لم يكن هناك رفضاً صهيونياً بالمناسبة كان هناك تفاهمات في قطر وأيضاً في القاهرة استشرف مقتدى الصدر أن هناك رفضاً للكيان الصهيوني لإيجاد حل أو هدنة أو اتفاق سلام يعقد بين الطرفين لكن بالمقابل هنا فقدنا سيد المقام فقدنا سيد حسن نصر الله خليني نتدرج بالأحداث حتى يصير الصورة واضحة الغاء المظاهرة طبعاً هذا جاء أثناء إنعقاد هذه العوارات الغاء المظاهرة كان بعد الاستشهاد؟ لا قبل الاستشهاد الغاء صار قبيل حادثة البيجر الحادث الإرهابي لتفخيخ أجهزة البيجر ألغى سماحته لدواعي أنا من وجهة نظري أولاً دواعي تكتيكية لأن لم يعد التظاهر وعمليات الاحتجاد توجي يعني تجدي نفعاً وخاصة دعني تقصد دواعي أمنية أكون تهديدات من الممكن؟ دعني أكمل أولاً دواعي سياسية ودواعي أمنية دواعي أمنية باعتبار أنه عادة التيار عندما يخرج يخرج ملايين الكيان الصيوني الآن يستخدم ما تعرف بالبصمة الصوتية وربما الاختراف الأمني أو الأجهزة السبرانية التي يستخدمها الكيان الصونية عالية الجودة بتفاصيل كثيرة ترجمة نانسي قنقر